موانس خالد موالا رئيس بعض الأفريق وعض المركبة التنفيذي لبعض دولة يا أستاذ خالد صباح الهانة على حضرتك طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم صباح النور وتحية لك وتحية لكل أستاذ المستمعين لفاضل لكل ابناء وحبائي في مصر العظيمة مصر الحبيبة الغالية منوارنا يا أستاذ خالد وزيدة طبعا بلدك أكيد احنا ما فيش كلام يعني وسعيدة وكلنا سعداء ان حضرتك يعني قلت انك بتعشق مصر وإحنا بنعشق كل الدول العربية وكلهم أشقاءنا سعيدة كمان ان حضرتك جيت وكنت راضي إلى حد كبير عن التجهيزات والشكل اللي ظهر فيه دلوقتي يعني الإسماعيلية خلينا نعرف من حضرتك برضو تفاصيل أكتر تفضل فان شكرا جزيلا والحقيقة يعني هي كانت زيارة أكتر مرائعة وزيارة متمرة زي ما تفضل لأساد محمد عبد المقصود ونحن زورنا طبعا صرح كبير يعني الحقيقة أنا وجئت بمستوى التجهيزات اللي موجودة في الإسماعيلية وفي الإسطاد يعني على أعلى مستوى يعني ومنسوش حتى التفاصيل الدقيقة فكل التقدير والمحبة يعني والشكر لثيادة الفريق وسامة ربيع يعني على هذا الصرح أنه هو أنا اللي سمعته من الدكتور محمد ودكتور محمد لطفي والمهندس هيتم أن الفريق كان يتابع كل الأشياء حتى التفاصيل الدقيقة فكان يعني إنجاز الحقيقة أنا كوني عربي أفتخر به يعني ونتمنى أن يتم المحافظة عليه لأنه هو الحقيقة الصرح وإنجاز ضخم نتمنى أن يتم المحافظة عليه لأنه الحقيقة أنا بالإمكان أن يستضيف حتى أحداث عالمية بإذن الله في المستقبل القريب فيما يتعلق بالواحد إحنا قمنا بزيارة أيضا للصالة وطلعنا على المرافق والملاحق اللي قاصة بها طبعا كانت هناك بعض الملاحظات يعني فيما يتعلق بالتجهيزات يعني فكل الشيء إن شاء الله سيكون على أحسن ما يرام أيضا قمنا بزيارة تفاقدية للفنادق الموجودة في مدينة الإسماعيلية أيضا هناك فنادق حقيقة ممتازة على أعلى مستوى يعني الحقيقة أنا أيضا ما لفتني هو بشاشة ويعني حصل التقبال من أهل الإسماعيلية لينحييهم في هذا الصباح يعني الكل يعني كان يعني على أعلى درجات من الترهاب يعني كان حقيقة لقاءات كانت رائعة وانتمنى طبعا أن تكون التنظيم على مستوى عالي طبعا بكل تأكيد زي ما قال زميل السيد محمد يعني دايما طبعا دكتور رشرف صبحي هو أخباض الوقع عزيز ومنشخصيات سنة للمستوى الشخصي الحقيقة نعتزد بها لرجل يعني يشغل يعني دايما يوصل الليل بالنهار من أجل إنجاح الرياضة المصرية على كافة المستويات فحتى هون صبحوا عليك هذا الصباح وانحيوه نتمنى لكل التوفيق يعني وإحنا بدورنا يعني بنعتز برضو وجود حضرتك معنا منور مصر وإن شاء الله يعني حضرتك تشهد تجربة جميلة من خلال تنظيم مصر لفعلات هذه البطولة أهلا بك في مصر وشكرا جزيلا لمشاركة حضرتك معنا شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ خالد مدحلة جميلة والواحد سعيد إن هو يسمع طبعا يعني حاجة زي كده شكرا